توجه إلى أحمد دروشة أطالع الآن آخر تغريدات الجيش الإسرائيلي حينما يقول لم يغيرها أقفض حينما قال بأنه بنى عمليته على معلومات استخباراتية دقيقة وأنه استهدف قيادات من حماس التغريدة منذ ساعتين ولم يغيرها هل يعني ذلك أنه أن القيادة الإسرائيلية العسكرية ما زالت متشبثة بين العملية هي كانت لاستهدف قيادات من حماس ولم تغير أيها حتى اللحظة أو موقفها بالفعل حتى الآن هذا ما يصر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية كان يتباهى عبر التسريب للصحفيين الإسرائيليين أن الهدف هو رئيس أركان كتائب القسام بتعبيره محمد الضيف بالإضافة إلى قائد منطقة خان يونس في كتائب القسام لكن في التصريحات العلنية سواء أصادلة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير الأمن يو أف جلانت أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لا تثق أسماء القيادات المستهدفة كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي في البداية قال جيش الاحتلال أنه استهدف تلك المنطقة لاحقا قال أنه استهدف منطقة محددة تقع بالقرب من خيام النازحين ما الذي يريد أن يقوله غير واضح حتى الآن خصوصا أنه كان يروج خلال الفترة الماضية إلى الدعاءات كثيرة كانت البروباغندا الإسرائيلية تقول أن قيادات حركات حماس موجودة في أنفاق تحت الأرض في أمام تحيط نفسها بأسرى إسرائيليين كدروع بشرية بينما يقتل الغزيون على سطح الأرض في قطاع غزة فجأة مرة واحدة تدعي إسرائيل أن محمد الضيف موجود في مبنى فوق الأرض ولا يوجد من حوله مختطفون إسرائيليون كما كانت تروج إسرائيل خلال الفترة الماضية التضارب كبير حتى على مستوى ما هو مصير محمد الضيف لو صح أنه كان هدف هذه الغارة كما تدعي إسرائيل التي أدت إلى هذه المجزرة الكبيرة بحسب وسائل إعلام إسرائيلية القناة الثانية عشراء الإسرائيلية وسائل إعلام أخرى نقلا عن مصادر أمنية فإن هناك احتمالا كبيرا لنجاح عملية اغتيال هذه النبرة السائدة لكن خلال الساعة الأخيرة بدأت تأتي أصوات من وسائل إعلام أخرى منها القناة الرابعة عشراء الإسرائيلية بالقول أن عملية الإغتيال المزعومة ليس بالضرورة أنها نجحت خلال الفترة الماضية وإن إسرائيل كلما مر الوقت أكثر أصبحت متشائمة أكثر لاحتمال أن تكون عملية الاغتيال المزعومة نجحت إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة وهذا أيضا سؤال المشاورات الأمنية في أعقاب الحصول على ما تسميه إسرائيل معلومات استخباراتية ذهبية بدأت عند منتصف الليل الهجوم كان في العاشرة صباحا فهل يعقل أن إسرائيل كانت تعرف مكان الضيف لم تبلغ الولايات المتحدة بهذا الأمر نعم شكرا جزيلا لك أحمد دراوشا مرسل تلفزيو العربي في القدس